السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد لازلنا بين يدي شيخنا النحرير أضلت الشيخ الدكتور محمد حسن عبد الغفار ننهل من معين علمه وأدبه وفقنته وحكمته أسأل الله عز وجل أن يمتع به وأن يطير بقاءه في طاعته شيخنا الحبيب حياكم الله شيخنا ردو الله عنك حياكم الله بياكم يا مرحبا كم أسعد بك والله أنا من سرورك في سرورك ردو الله أدام الله خيرك أطال في عمرك أحسن في عمرك ما استعمالك ولا يستبدلك أبدا جمعا يا رب الله أحشتنا أذوب رياكم الذوبان ردو الله عنك لازلنا شيخنا أيضا كذلك مع صباح ندى نتكلم في هذا البرنامج عن كيفية استقرار الأسر والبيوتات المسلمة وما يخيم عليها من دفء وحب واستقرار وهذه الموادة والرحمة التي ذكرها رب العالمين سبحانه وتعالى واليوم إن شاء الله عز وجل نريد أن نتكلم ونلقي بالظلالنا على موضوع غاية ألا وهو كيفية الاهتمام بالبيت المسلم نعم نعم على فائدته على هذه الأمة بإخراج الشموس التي تشرق لهذه الأمة تحقيقا لما خلقت له هذه الأمة خلقها الله لمطلق القيادة والسيادة والريادة نعم وهذه المسألة لها ضوابط وأسس أعظم هذه الأسس لبناء البيت المسلم الاختيار نعم حسن الاختيار نعم الاختيار ليس بعيدا بل هو من الرعيل الأول يعني لابد أن نقول المسألة مؤسسة من الشر من الكتاب والسنة وأجمع أهل السنة نعم وحسن الاختيار قبل أن نبدأ في الاختيار في هذا الباب قد يتحدث الوكالة يعني الأب ممكن يكون يعني يندم كثيرا أنه اختار أو أساء في الاختيار أو أنه لما اختار ما أحسن الاختيار نعم المسألة فيها كثير من الاعتمالات سأقول لك في شيء أنا يعني أو أعصره قد تسق يعني قد يسق زيد بعمر دينا يكون له أخ هو يحب جدا رفيق له في الضرب طلب العلم معه أو شيء من ذلك فيأتيه فيقول له هذا الرجل ثقة فهو على توثيقه والثقة نعم وعلى دياناته التي يعرفها منه يأخذ نعم وعلى خلقه وآدبيه ونبله يستملح قد نقول التفريط قد يقع في أنه لم يسأل لم يستفصل لكنه ركن إليش ركن إلى تسكيم من رجل أنا ذكرت أنفا أنه يكون فاضل وأنه يكون نبيل وأنه يكون في أخلاقيات عالية وأنت لمستها مع عائشرة العمر وكده في هذا الباب أنه يقصد أن يعضل أو أنه يؤذي لكن قد يكون متهونا دينا ويكون جاهلا في التوثيق ولذلك حدث واقع واقع يعني جاء السؤال صريحا كيف وصلت هذا قال وجدت في المسجد يحافظ الناس القرآن وكم يصلم عنه صحيح هذه معضلة كبيرة صحيح هذا خيانة صحيح لكنها خيانة غير متعمدة نعم وخيانة غير مقصودة نعم لكنها تعد في نهاية أمرها خيانة خيانة هو لا يقال عنه خائن لكن يقال عنه حتى جهله ما كان له أن يفعل ذلك خيانة أنت تعرف حضرتك أي أحد يسألني عن أحد وأنا أعرف أي نحرف اي أنا لا أقوله تصريحا أنا لا أنقص من أحد لأني أنا أعرف نحرف نفسي أعتزل أعرف سوئي وذنبي وأعرف نفسي فلا أستطيع أفعل ذلك لكني أيضا عندما أقول أغلف المسألة بلطف يفهم منها أنه مع الكمال في نقص عشان يعرف أني في نقص فقط دا دينا المسألة مسألة يستبدل هنا المستشار مؤتمن المستشار مؤتمن والمسألة أمانة أنا أقول لحضرتك الآن أبو جهم ها أنه السلام أبعده عن فاطمة فاطمة عند قايسة عندما طلقها زوجها فلتطلقها قال إن إن إنت حللت آه نعم إنت حللت فأزني نعم فقالت خطبني معاوي وخطبني أبو جهم نعم فنبي نظر إلى الإسمين شوفوا هنا شوفوا الكلام وكلام تفنيد نعم فقال أم أبو جهم فدربوا للنساء نعم يعني أو قال لا ترك العصر منها على عدقائي نعم وأما معاوي فسعلوكم لا مال له طبعا واصل لا مال له تفسير لسعلوك عشان ما أحد يعرض ذلك نعم قد يستشكل أحد علينا هذا الباب كيف يقول سعلوك فلا مال له وأن قال إن جاءكم النزال هل اختلح هنتكلم فيه الآن من جاءكم ارتضلوا دينه وخلقه فزوجوه نعم قال يعني لو كان في المهور يعني نصحا أو في الغلوب في المهور نصحا لكان ايه لكان أولى الناس بها من الرسول نعم المعضلة شوف النبي يقول بذلك فالنبي قال 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 لفاطمة لا أم أبو جهم فلا ترك العصر منها على تخي درابوا مسافر وعلتاني يسقطاني الزواج فيها نعم وطبع فاطمة حسيبة نسيبة جميلة نعم معاوية أبو سفيان مكة كلها أبو سفيان صحيح صحيح معاوية أبو سفيان فقال لها سعر لك لأمل لها طب ليه ما ركز نسيبة في هذا الباب عند المميزة يعني عشان نفهم المسألة عام يرد بالخصوص ليس أمر على العموم مجيش بقى المنت يعني ولد دين خلوخ جاء وحفظ القرآن وفاضل ولا أخ لاخت نبيلة الكل يشهد بذلك معوش ما تقول له روح ودي أخت فاضلة المتنقب تقول له ما عمله ما الذي تستطيع تعطيني مهرا روح صحيح وطبعا هذا فتنة مشكلية كبيرة جدا لس يما مثلا عندما يأتيهم مثلا شاب وليكن كما تفضلت ذا خلق وذا دين وغير أنه فقير ويأتيهم آخر يعني عنده بأ وعنده كبر وكذلك عنده مال وعنده شيء من الدنيا يعني يقولون نعم هذا يضمح يليقب أضمن بنتي أضمن طيب أليس الرازق يعني الذي قد يرزق هذا إنسان وأنه مشكلة المشكلة في مسيس معين مفخود المسيس العقدي المسيس العقدي غير موجود اسمه اسمه حسن التعامل مع الله ده جانب تاني بعيد جدا عن الناس يعني أنا يعلم الله أي أحد أقول له أنا سأعو أعملك في الله وبعدين لما أنا اتضرب منه لما أجده يعني إن كان خسيسا أو دنيا وإن كان نبيلا لنفسي إن كان غاضي ما المهم منه لو أنا بتضرب منه يعني ردة الفعل عليه دي ردة فعل بشرية لكن التعامل معنا مش معه برجع لربي صحيح بقول ربي أنا أردد بك رب أنا أردد بك رب المقدرة وكفة بالله وكيلة وأنا بشوف على يقين من الخلف ومن الإحسان ومن البر أنا على يقين إنه واصلا بعض الناس يلونني على بعض التعاون مع الناس في الطريقة فقلت لهم قلمة واحدة الأفاضي لما بيسمعوا بيسكتر بالأراضي لما بيفهموا الشيء الأفاضي يقول أنا عملت الله فيه كله وانا هي انتهت سهلا بقول لها حلقة شو بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما معاوية لا لما لأن في مميزة بينه وبين أسامة صحيح فأسامة أفضل منه دينا وبالإجماع أسامة أفضل من معاوية نعم فأسامة أفضل منه دينا وأيضا أوسع منه دنيا فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قال لها ذلك قال انكيحي أسامة صحيح فهي بقى النظرة من أسامة أسود أفضل أمولى من المواني صحيح ويا الجميلة الحسيبة المسيبة أسامة أسامة لا قال مابد ما السؤال احترام النبي توقير للنبي معرفة قدر النبي مابد مابد فقالت مابد قبلت فلما قبلت شو بقى المكفاءة من الله الله شكور فلما قبلت قالت فاغطبطت به صحيح وجدت في البركة والخير فهنا لابد من حسن الاختيار صحيح فالذي يوثق لابد يتق الله ربه صحيح فأنت شايفه يصالي معك في المسي ده وعمر الخطاب لما قال للرجل قال له سألوا عنه قال هذا رجل صالح رجل فيه خير قال كيف عرفته قال يصالي معي الصلاة في المسي هل عملته فقال فقال هل عملته بالدرهم والدنار سفرت قال لا قال هل سفرت زي ما حضرت قلت لأنه طبعا المعملة بالدرهم والدنار خلاص بقى نم الدرهم نم علي كلام طويل صحيح اخراج الدرهم اخراج القلب وايضا أنا وأنت بقى في الأمثال التي نجدها من الحكم كانوا يقولون قديما عض عض قلبي ولا ترغي فهي المسألة هذه تصفر عندما يدفع ويخرج سترى الأخلاقيات صحيح العزيز لا يهم منه أخرج 100 أخرج 1000 أخرج المليون عنده ما عندوش المسألة عنده عزته بشيء آخر في هذا الباب فقال هل عملته بالدنار هتعرف الشح من البنخ قال لا قال سفرت معه والسفر يصفر عن معادل عن الناس الأخلاقية لأنه أصلا المواقف كواشف صديقه حقا عندما تسقط تراه يحملك ويغض الطرف عن عيبك ليرفعك هذا ده الصادق أخوك أخوك الحق من يضر نفسه لينفعك ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك وما أجمل كذلك ما قاله القائل كم من أخي لك لم يرده لم ترده وقالها المهلهل عن عن المرء القيس نعم قال له ذلك نعم كم من أخي لك لم يرده أبوك وأخ أبوه أبوك قد يجفوك صاف الكرام صاف الكرام إذا أردت إخاءهم واعلم بأن أخ الحفاظ أخوك كم من إخوة لك لم يلدك أبوهم وكأن آباءهم ولدوك الله نعم وكذلك كان الفاروق رضي الله عنه يقول لا يغرنك أو لا تغرنك تنطنت الرجل حتى تنظر إلى معاملاته المواقف كواشف صحيح والصحب صحيح صحيح وسترى الإنسان عند البلاية صحيح ولذلك قالوا إن أردت أن تصادق فكن لبيبا صحيح أغضب من تريده صحيح وانظر ماذا يردك نعم هكذا قال لقمان لولده قال ابني إذا أردت أن تآخي شخصا فأغضبه أغضبه فإن أنصفك وهو غضبان وإن لا فاحذره هذا هو لأن وقت الغضب الإنسان لا يرى مزية لمن أمامه سبحانه ربي العظيم فيحكمه الدين صحيح ولذلك قال وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضح صحيح وانت يصنع مع مع الاشتعال مع الاشتعال يقول الحق ويقف ماذا يفعل الديانة هنا أيوه الديانة فلذلك قال له قال له سافرت معه قال قال لا فقال له كان جارا لك لأن طول الصحبة أتصنع لك ساعة ساعتين لكن عنده طول كان جارا لك قال لا قال اذهب يا بني لا تقل في أحد شيئا إنك لا تعرفه صحيح توصق التجريح أمر جلل صحيح ليس بالهين صحيح فأن توصق وتتجرح هذا أمر عظيم والكلمة عند الله ليس بالهين صحيح وقد يكون هذا الطيب النبي الذي فعل ذلك فقد قد لا يعني لا يسامح إلى يوم الدين صحيح يبع عنده خصومة في من في من أساء به لغيره إلى يوم الدين صحيح فكيف ستتحلل فأنا أقول هذه المسألة عويصة ولذلك مسألة التذكية عويصة جدا يعني أنا أصلا فيه امرأة قالت لي قلت خلوق دين ففاضل قالت شخصيته قلت له ضعيف الشخصية ما أستطيع ماذا أفعل يعني أصلا يعني امرأة قالت لي ضعيف شخصية ولا قوي شخصية فقلت له شخصية عشان أهرب قالت أنا سؤالي محدد ضعيف شخصية أو قوي شخصية قلت رجل له شخصية وكل إنسان له شخصية وتتفاوت النسب وذهبت واجئت معنى أنني هربت هربت من أمر يلزم فيه أقول قوي شخصية خلاص أقول قوي شخصية انتهى يبقى أنا مزكيش هو الآن عماله رب يبقى لما بأهرب يبقى يا ضعيف يا بينبي صحيح وده كان استعمال علماء قديما بالضط يعني الشافعي ورحمة الله عنه لما سئل عن أبي عبد الله الجدلي قال كان جيد الضرب بالسيف فأنا شوف انظر أقول لك ثقة ولو انثقة تقول لي يصبح يحارم كويس هذا هذي ملح العلم صحيح ابن أبي حاتم بقى علق في المناقب المناقب الشافعي وأدابه قال وإذا هذا المحدث عن الجواب في الراوي فقد وهص انتهى هو ماذا فعل هو ألمح إليك ابعت صحيح لأخي انت مش مستطيع خلاص بقى صحيح يعني يعني كانت حمسغرة مراري وهنا فلم يضيرها صحيح وقرمهم الواقع انتهى الموضوع صحيح طالب أنا جات أو لم يسلك مسارك صحيح الناس فينا تلتاج على خلاص انتهى فأنت فهمت هو غابك من ناحية دي صحيح ده اللي نتكلم فيه فوجوبا عليها أن يبين ذلك لأن حسن الاختيار صحيح هي استدامة يعني هذي هذي تعتبر وبعدين أصلا من 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 أخذ منك أخذ على ديانتك ونبلة لأنه قيمك هو عيش معاك وقعد معاك تسع سنين صحيح عارف انت ايه بالضبط وضبطك ايه واخلاقياتك فضبط الأمر عليك ثقة فأنت شئت ما بيت خنت الثقة صحيح انت شئت ما بيت خنت الثقة صحيح فدي من زلتك هتنزل هو ممكن يسامحك لكن ممكن الطرف الأخر لا يسامحك وتكون الخصومة يوم القيامة ليست بالهيئة فحقيقة هذا أمر جلل لابد ينظر فيه وكما قلنا إذا أرد أن يقدح أيضا لا يوسع صحيح لأنه دي تشهي في الناس صحيح فأنت اجعل الدائرة الوحيدة عشان ترد نعم فإذا أساس البيت واستقامته حوصن الاختيار أولا نعم حوصن الاختيار أولا كما قلنا ابتداء في هذا الباب صحيح وخلقه فزوجه إلا تفعلتكم فتنة في الأرض نعم إن كان عندي تحفظ الحديث يعني نعم لكن حسنه الألباني وغيره نعم ونحن نميله مع التحسين نعم نميله حيث تميله أنا قضلك وأدمه أمدت الله وحقيقة الأمر نقول له حتى المعنى نفسه أصلا لا يعارض صحيح في هذا الباب لا يعارض لأنه حقيقة الأمر في معاني كثيرة تشهد له طبع لو أردت أن صاحب الدين والحوق لما يأتي طارك في البيت صحيح هو ماذا سيفعل سيأخذ بيدها إلى إلى الله صحيح أنا أقول لما حسن الاختبار في هذا الباب نعم شوف وكيع قال كلاما يكتب بماء القلب نعم عندما سألوه عن السمات والصفات التي يمكن أن نزوجها قال زوجها التقي النقي إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها لم يهنها ولذلك قلت لا يهن المرأة إلا لئيم صحيح ولا يكرمها إلا كريم صحيح ولذلك حتى لو أردت أن تكسر لا يعني لا تقتل صحيح كن كريما عندك صحيح لكن أن تكون لئيما يعني كان بعض المشايخ الأفاضل سمع ولدا يريد أن يعني أن يفارغ أو كذا فلما سمعه انقبض منه مع أنه أصلا بيبين مظلمته أنه مظلوم وأنه حصل مع كذا وأنه من طريقة الكلام أوزع الله في قلب هذا الشيخ أن هذا الولد دون المستوى فقال تصريحا هذا دون المستوى صحيح الفرار منه نعمة صحيح قال دون المستوى صحيح وهي بقى النظرة في الآخرين صحيح فلو كان كريما ماذا سيقفعل صحيح حتى لما بعض السلف لما كان متزوجا بمرأة فطلقها فكان أثناء زواجه منها كان لا يريد أن يكشف أمرها فلما طلقها قال مالي ولمرأتي غير هي الآن لما كانت تحته قال قال هي عندي فستطرها والي صحيح فلما فرقها قال ليست عندي الآن فلا يحل الكلام عليه وفي ترجمة ابن اللبان أحد الأم الكباري مهم يعني كان متزوجا بمرأة شارسة الأخلاق نعم وكانت شديدة وكانت كثيرا ما تقع فيه حتى في كتاب لو ما يمتحن به الصالحين من النساء ما تذكر اسم الكتاب مهم يعني فبوكرا بن لباندة كان متزوجا متزوجا بمرأة صعبة كانت يعني بذيئة اللسان وكانت كثيرا ما تقع فيه وتذكره وحتى تقدع فيه بين طلابه فقال فقال له تلامذته لو طلقتها قال أخشى أن يبتلى بها غيري الله 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 أين أين صحيح هو حسن الاختيار مهم جدا صحيح يعني شوف هنا الحسن البصري أو الحسن من علي حسن من علي كان رجلا الآن هذا الباب تخصصه صحيح تزوج كثيرا صحيح وهو يحب الزواج وأبوه يحب الزواج أيضا صحيح يعني ابن أبي طالب كان وجدته الأمى مهموما قالت ما بك يا أميرة المؤمنين قال أريد الزواج الهم اللي يده أريد الزواج صحيح قالت له ما يوقفك تزوج قال في البيت أربعة خلاص معهم ما عندهش سيادة شوف شوف لا العجب ما يأتي قالت له طلق واحدة وتزوج أخرى وهدي حقيقة أن الفقاء أجمعوا لأن الأمر له لكن طبعا عاشره هنا بمعروف ونبل الخلق هنا بقى يتأت في مساءات لما تيجي تسألني طب الرضاء علي يا واجه ولا لا طب الخدمة علي طب الشفاء أو أننا يأتي به الطبيب ويدفع الأرجرة علي كل هذا فقهيا سنفسره لكي فقهيا لكننا نحن نتكلم على إطار آخر لبناء المستقبل أو بناء الأسرة المسلمة أين وعاشره هنا بمعروف فقال علي من الطلب له أن يطلق ولاه أن يزوج قال أكره الطلق لا أكسر امرأة أكره الطلق لا أكسر امرأة والحسن من علي لما قيل له قيل قال قال إن لي بنتا فما ترى أنه زوجها قال زوجها لمن يتق الله فإن أحبها أكرمها وإن أبغاضها لم يضم لم يضم وعائشة رضي الله عرضها قالت أنك أحرق أنك أحرق صحيح فلينظر أحدكم في من بس أحرق كريمتهم حيضع عند من ده خلاص صارت فإنهن عوان عوان عندكم في هذا الباب وإضا ورد عن نبيس السلام الحديث في ضعف في ابن حبال لكننا نقول نمرر بالاستئناس نعم قال من زوج كلمتهم من فاسق فقط خطع رحمه والحديث لم يصح من ثم يقول من كان مصرع فسوق فلا تزوجه صحيح فإذن نبه من حسن الاختيار وأهم كذلك ما جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه يشكو عقوق ولده فقال له هم عمر طلب هذا الولد فلما جئ به إلى عمر هم عمر أن يعلوه بالدر فقال هذا الولد يا أمير المؤمن لا تعجل علي فإنه قد عقني قبل أن أعقب الله في الاختيار آه هذا هو في الاختيار قال تزوج بأم زنجية آه آه خلص ما يجعر قال له لقد عققت ولدك قبل أن يعقب آه أنت لدى بأشي نعم فكذلك من حق الولد على والده نحسن اختيار أمه نحسن اختيار اسمه نحسن تربيته هذا قاله عمر من خطاب بسنة صحيح صحيح بسنة صحيح قال عمر من خطاب صحيح حقيقة أنا أقول لابد من حسن الاختيار نعم حسن الاختيار كما قلنا جائع عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إن جاءكم من تردون دينه أو خلقه فزوجه حقيقة الأمر للناس معادة وعندما تختار لابد أن تجد المعدن لكن سبحانه رب العظيم كما قلت لك قد تسق في من من يأتيك به موسقا وأنت واثق في الموسق وعرف نبله وعرف إن معادته طيب لكنه بجهل يوقعك في بحيرة صحيح وهذا سيحاسب عند الله في هذا المسألة يوم القيامة المسألة عليها كثير جدا هو حذك طبعا شيخنا ذكرت المنار ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن مؤتمن هذه أمانة أمانة أصلا أنت تدخلني على طريق المظلم تقول رأيت واقفا مستنيرا وبعد افتح الباب تدد ظلم وظلام ظلمات يعني ظلمات فوق بعضها فوق بعض فحقيقة الأمر لابد من الاختيار اختار أيضا في الجانب الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال فاتصر بذات الدين وإلا تريبات إلا تريبات تريبات إذا عندنا نصب الاختيار أنا دائما قد أقول خذ صاحب الخلق خلينا نتكلم أن صاحب الخلق لابد له دين لكن هما بيقولون لا الملتزم والملتحي ومعه السواك والبشت أنا أقول عندما نختار في هذا الباب الخلق رأس الأمر صحيح انظر أصوله الخلقية كيف ربي في بيتك صحيح عنده شهامة ومروءة صحيح عنده نبل لأن في النهاية هيعمل إيه غضب عليها ضربها شتمته يقف عندما 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 يرى الدموع يتزنزل يرتجف صحيح ثم ذلك يقبل أيدي ويرضي صحيح هجر فعل ما فعل لما يراها تقول له أهلة التقلافية يزوب صحيح ينصاهر صحيح سيحدث سيحدث كل مننا له ما له من النواقص أكيد وكل مننا له ما له من العيوب ف عندما يظهر بقى هنا صاحب الخلق الطيب هنا عندما كما قلت تنتهي العقوبة أو في وسط الشجار فهي تستعطف ينظر في خلقه أما واحد عنده أنفة وكبر وتربية تربية نازلة ماذا يفعل يظهر كل كل مساوء الخلق اللي عنده تطلع صحيح ويتكلم يحسب نفسه عاليا رقيق أنا أقول دائما الفاضل الفاضل يكف يغض الطرف عن المعايب ويقول إما أن أرافق أو إما أن أفارغ بأدب ورقة صحيح وإحسان ولي صحيح ولا تنسوا الفضلة بينكم هذا الدين الذي تراه غير ذلك تعلم أنه من أسوء الناس يعني خلق فلذلك نقول المسألة في الاختيار أول شيء الخلق الأصول الخلقية البيت اللي تربى فيه نعم البيت اللي تربى فيه فيه نبل خلق قد يكون فقراء أفقر الناس لكنهم عندهم معالم خلقية رئيسة نعم تراه عزيزا بنفسه يعلو بشخصياته الراقية فده لابد تعد عليه بالنواجز فأهم شيء في هذا الباب الخلق نعم 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 وانا خيركم يهل ولذلك الله الرعالى لما مدح أنا مسلم مدح وبأرقى الصفات صحيح وإنك لعلى خلق عظيم صحيح فالمسألة هنا مسألة عظيمة جدا في هذا الباب نعم الخلق الحسن لابد أن ينظر في الروح ثم ينظر في الديانة نعم ثم ينظر في الديانة فأنا عندي 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 أمور ثلاثة أو أمور أربعة لابد أن أنا أضعها في جانب أقول هذا هذا استقامة البيت المسلم بهذا الاختيار أول شيء كما قلت الدين والخلق نعم يعني يجعلها واحدة أفضل الدين والخلق الأمر الثاني العقل الرشيد صحيح أن يكون عقلا لو كان موتورا من الموتورين صحيح يعني كثيرا ما يبسط يبسط كثيرا جدا وانا قلت يعني لو كان غضوبا لابد أن تنظر لخلق أيضا لو كان غضوبا كما قلت في هذا في هذا الباب والأمر الثالث هو أن أنا عند الاختيار أنظره في في ملمات نعم التربية ملمات العائلة نفسها هو أيضا الكفاءة نعم لأن أنا لا أنزل بالمرأة من دونها فإنها ستتعجر به صحيح وأيضا هو هو كلما شوف فيه مشكلة كبيرة جدا نعم أنا رأيتها لما يكون الرجل نازل والبنت عالية يعني هو شخصيته ضعيفة جدا نعم يعني بيروح لمه في كل شيء مثلا أو بيروح لغته في كل شيء نعم أو هو أصلا ما عندوش أي شيء نعم والبنت قوية أو شخصيتها عليها إيش اللي بيحدث هو شايف أن هي سد عالي صحيح لو كان خبيثا دنيئا نفسي يأخذ عليها ومع حقدي ماذا يفعل بقى يحاول غم كان أن يكسر فيها صحيح ويحاول ينتقم منها ويحاول يهزم يهزم عنفونها ورقيها أقل منها صحيح فهو يريد أن يرتقي ما عنده صحيح أدوات الرقي مش عنده سمات شخصيته لا تؤهله لذلك فيبقى يضرب العالي عشان ينزل صحيح يضرب العالي عشان ينزل صحيح وده أصلا أمر صعب جدا صعيب جدا عنده متاجد رجلا هو اللي نازل نعم والمرأة فيها علو فلذلك لابد أن مسألة الكفاءة ودينا تتكلم عنها في هذا في هذا الباب نعم والمسألة الرابعة النية الصالحة عند القدوم عند الإغداف نعم ناصر عند الإغداف لابد أن عند حسن الاختيار قلنا استخامة البيت بناء البيت بناء المجتمع هيأتي من أول ما تكلمنا على نوع يختار لأمه الولد اللي طالع ده أنا أريد أنه سينصر الأمة لابد أن أقول اختيار أمه كان قبل أن يولد بعشرين بعشرين عام وأحسن الاختيار في هذا الباب صحيح نقول الدين الدين جاء من قول النفس السلام يعني إن جاءكم انترضون دين ونخلقه بزوجه وأيضا إنكاحي أسامة للدين الدين والدني إنكاحي أسامة صحيح صحيح ده بخطبة لجولايبيب مجديني شوفها وطبعا أصلا أعظم ما يكون في خطبة جولايبيب أمر مهول المرأة تقول من؟ جولايبيب إني؟ إني؟ يعني لا مش ممكن لقد جاءها فلان وفلان بالضبط يعني يقول لك ده جاي لها واحد دكتور تجي راح المهندس لما يجي راح الدكتور مهندس قعدها جنبك ليه ما بزبط كده نحن لابد يقال لها أنت أصلا تحسيني الاختيار افهمي أن مثلا مهلا دي جاء والرجل الرجل سكت وكل الأمر ودي أمسيبة كبرى مسائلت الأنصار والنساء كنا يعني كنا هنا يركبنا صحيح هذه برضو فيها مشكلة معضلة إنه يطرق الأمر للنساء لو يطرق الرجل تتارك الأمر للنساء وهو ضابط عندما يطلع يضمد منتهى لكن كلية الأمر هي اللي تقول أقول فاسمع وقطع يبقى ياد المسيب فالحاصل إنه قالت فالبنت كانت أرشد وكانت أحقل وكانت أعلم قالت أتردون على رسول الله السلام لذلك كانت من أعظم بيوتات المسلمين نفقة ومات شهيدا الرجال الرجال واقف وصفن انظر دي باركة جولايبيب وبركة البنت التي قالت السنة السنة تقدم فهنا شوف انظر ما قدمه جولايبيب وهو فقير وهو أيضا يعني ليس وسيما قصيما مع ذلك هو الذي يذهب يذهب يخطب له بأبي هو وأمي نعم نعم أبو وقل الصديق عشان تعرف المسألة الزبير كان شديدا حد عنده حدة أولا قال له تعرف عمر الخطاب يقول له لو استخلفتك وكان على الدرامين لا قتلت فيها السحر أو نطحت فيها السخور يعني صحيح يقال أنه كان يأخذ بشعر بشعر أسماء هكذا بشعر أسماء وأسماء تعبت لما كانت تعبانة جدا تحمل النوى والنوى والنوى السلام أراد أن يوضفها أراد أن يوضفها قال والله فقالت كنت أنا منهكة أريد قال فتذكرت غيرة الزبير غيرت الزبير فتراجعت لأن أقصده شو لما ذهبت باكية لأبي بكر على ما فعله الزبير فيها قال رجعي إلى الزبير إنه رجل صالح سلام لا ده لو كده اجلسي أنا حقك عندي حعرفة ولما بقى لأيه لكم أجيب لك أي حق لكن سيده أجيبه على وش أجيبه لكن لو علم أنه صالح انتهى المضابة إنه رجل صالح صحيح ولذلك يعني لما جاءت أسماء تقدم لها ثلاثة هم صلحاء الأم نعم صحيح كان أسماء بنت عميس كانت زوجا لجعفر لجعفر الطيار رضي الله عنه مات جعفر تقدم لها أبو بكر صحيح أبو بكر يرفض أبو بكر أبو بكر الذي قال الله عنه ولا تري أولو أولو الفضل منكم الساح أبو بكر أيرفض أبو بكر لا والله لا يرفض فتزوجته مات أبو بكر تقدم علينا أبو طالب علينا أبو طالب خير من وقت أو الطرف في زماني في هذا الباب في الخاف أيترك لا ما يترك وتزوجته فالحاصل أنه الدين الدين أول شيء لأنه في الديانة لن يظلم كيف أنهما قالوا أنه لو كان تقي لن يظلم صح قال زوجها التقي النقي إن أحبها أكرمها وإن أبوضها لم لم يهنى دخل سعيد مسيح على ابنتي ويتقرأ ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذبا قالت يا أبتي قد علمنا حسنة الآخرة وهي الجن الحب فما هي حسنة الدنيا فنظر أيا فقال يا رنيتي الرجل الصالح للمرأة الصالحة وقد فعل فعل ما قال صحيح يعني هو جالس جموع تحت يديهم صحيح صحيح تطلبها عبد الملك ها عبد الملك شوف شوف جلد من أجل ذلك يعني ده دونيا ودين وإمارة وسلطان فجلد من أجل ذلك صحيح جلد من أجل ذلك صحيح ورفضوا ابن ودع كثير كثير زواجها لكثير ها ابن ودع فذهب يسأل عنه أين هو مات الزوجات يعني من تجوز مات الزوجات فجاءه قال قال قالت أيمت قال لا تبقي ليلة من غير من غير عروس لا وحتى قال ومن يزوجون عجيل يعني الرجل يعرف قدر النفس لكن شوف العالم النبي يعرف نبله رجل في هذا الديان قال ومن يزوجون قال أنا هو يعني أصلا متعجب سعيد وقال وكان فدرها مين هو ليعطيه المال فزوجه لابنتي وحقيقة الأمر طبق الله قال الرجل الصريح المرأة الصريح صحيح هي أصلا لما دخلت أغشي عليها لما شفيته أغشي عليها حتى سبحان الله حتى هو كثير يقول لما طرق الباب قال كل سعيد كل سعيد قال جاء في عقلي في بالي كل سعيد إلا سعيد يا الله وسعيد جاي إيش جاي وسيط تدفعها وأغلق الباب جاي يزوجه جاي يقول له تعفف صحيح لا 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 تبتن ليلة من غير صحيح قالت أمه لأم لك صحيح وكانت علمة حتى لما أراد أن يخرج بقى قالت إلى مجلس السعيد قالت اجلس وعلمك أمس وعلمك أمس ها نشوف هكذا يكون النبت نبت نبت صالح إذا كانت كذلك يعني الأرض قابلة للزرع أنبتت الكلأ أو العشب إذا كانت إذا كان البيت بيتا صالحا طيبا وكان فيه استقرار نفسي واستقرار ذي واستقرار عطفي بين الأسرة جميعا كذلك تخرج بقى النبت الصالحة للأسف الشديد طبعا أكثر البيتات الأرض فيها أرض بور لذا لا لا تمسك ماء ولا تنبت كلام يعني يسأل الله عز وجل أن يرزقنا ذورية صالحة طيبة وأن يقرأ عيوننا بزوجاتنا وصلاح ذرياتنا الله فيه أمين طبعا انقضى الوقت سريعا شيخنا أنا أحسن أنا في البداية أنا يعني همسوا في أذني همسا لا تسمعوا إلا همسا الله فاكر اللا احباك اشيخنا حي يعني إن شاء الله عز وجل نستكمل هذا المحور في الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل لأننا نحتاج إلى بسطة في الأكثر إن شاء الله عز وجل لأن الحديث معكم زوج شجوع نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزو قد ذرية صالحة طيبة ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المنتقين إماما وأشكر باسمكم شيخنا وسيدنا وحبيبنا فرد أن تكتور محمد حسن متع الله بك وأطال الله أنا خادم خادم لك والله خادم لك ردنا من شيخ الحبيب وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة